رصاصة طائشة كانت تنهي الطالبة نورا التي تستعد في أيامها الأخيرة تخرجها من كلية الهندسة بجامعة الوصرة حيث إن مستقبلها قد توقف بسبب إصابتها البليغة التي أودعتها في المشفى نتيجة لإطلاقة عشوائية قد اخترقت جسدها لتستقر داخل رئتها والقصة على لسان ذويها هي كانت جاسة على المصطبة وإلا فجأة ما حست بالطلقة هي رأساً لربت على الجانب الأيمن إلها وكانت يمها صديقتها فأصدقائها وزملاها حاولوا وشوفوا شنو الشغل الظاهر أنه كانت طلقة مختلقة جسدها وعبرت أو مرت مسارها كان مسار كقذيفة المدفع وستقلت الطلقة؟ نعم مرت من خلال الرئة اليمنى من جانب الأيمن ثم بعدين مسارها اتخذت عبرت على الرئة الثانية طبعاً دمرت الرئة الأولى وبعدين اخترقت أيضاً على الرئة الثانية يثير هذا الحادث مخوف الطلبة والسكان في المدينة حيث لم تستطع السلطات الأمنية في السيطرة على السلاح المنفلت في مناطق شمالي المصر على مدى سنوات طوال بالرغم من تصريحات أمنية تفيض بانحسار الأسلحة غير المشروعة والرمي العشوائي لكن الواقع يفند التصريحات الأمنية كون الحوادث المماثلة ما زالت تحدث باستمرار مما يجعل الوضع الأمني في المدينة محضى انتقاد مستمر الصراحة هي المخاوف موجودة ومستمرة وبما أنه نسمع أطلاق نار في المناطق المجاورة إذن المخاوف هي موجودة وصعب حماية الطلاب لذلك هذه الحادثة هي كمؤشر ودليل على أنه هناك خطر كبير على الطلاب من هذه الأطلاق النار العشوائي أو من النزاعات العشوائية التي تحدث في المناطق المجاورة يعتبر هذا الحادث تذكيرا قويا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة وتطبيق القوانين بشكل صارم على أولئك الذين يخرقون القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة واستخدامها بشكل غير قانوني وذلك من أجل ضمان سلامة المواطنين والطلاب في الجامعة من البصر مصطفى الشمري التغيير الفضائية